موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الطاولة المستديرة هذه الليلة نناقش ما بعد الوثيقة التي عرضها رئيس الوزراء حيدر العبادي على الكتل السياسية والتي تقضي بحسب وصفه برنامجا سياسيا شاملا لإجراء الإصلاحات ورغم أن ردود أفعال الكتل حتى هذه اللحظة لا تنسجم مع طبيعة هذه الوثيقة بحسب مراقبين لذلك بدأت بعض الأصوات تحدث عن بداء الحكومة الإنقاذ الوطني نناقش كلا المفصلين ولكن بعد أن نتابع التقرير التالي وإياكم مشاهدين بعد يوم واحد من عودة زعيم التيار الصدري بأتباعه من أبواب المنطقة الخضراء حيث تظاهروا الجمعة قبل الماضية إلى ساحة التحرير ليواصلوا تظاهراتهم الجمعة الماضية ها هو الصدر يفاجئ الطبقة السياسية الحاكمة مجددا عبر دعوته إلى الاعتصام في خيام عند أبواب الخضراء الصدر وفي نداء وصفه بالتاريخي صعد من لهجته ضد الحكومة وهو يعزو الاعتصام الذي دعا له إلى اجتثاث من سماهم الفساد والمفسدين والشرذمة الضالة المضلة أعتقد أن السيد الصدر وصل إلى قناعة بأن أي تغييرات سياسية مقبلة لبما أن تكون ذات قيمة في حال بقيت بهذه الطريقة المتمثلة بتغيير بعض الأسماء والمسميات ولكن هو يعلم أن الفساد في عمق الدولة العراقية والتغيير يجب أن يكون جذريا وليس تغييرا سطحيا وما لم يحدث هذا التغيير الجذري فلن تكون هناك فرصة لتغيير الواقع في العراق العباد الذي يجد نفسه أول المتلقين لمواقف الصدر بوصفه رئيس وزراء يحاول أن يقنع حلفاءه وخصومه فضلا عن الرأي العام بمشروعه للإصلاح من دون أن يفلح يجد أيضا أن رياح الصدري تدفع باتجاه ما تشتهي سفنه أحيانا وبما لا تشتهيه في أحيان أخرى فيما يخشى فريق العباد أن تجري الرياح من تحته ليشمله قلق التغيير وإن ألبس خشيته ثوب الخوف على الوطن التصعيد السياسي والتصعيد الذي يخلق أزمة جديدة وهي تضاف إلى الأزمات المختلفة ليس بصالح العراق وليس بصالح العراقيين من المؤكد أن جميع الكتل حاليا في حراك لدراسة وتقييم البرنامج الإصلاحي الذي قدمه سيد رئيس مجلس الوزراء ولديهم رؤى ولديهم تصورات وتأييد ورفض وفق برنامجهم الانتخابي وجمهورهم وهذه حق مشروع ولكن سيادة العراق وحفظ الأمن في العراق وخاصة في ظل هذه التحديات تبقى العامل الأساسي الذي يعمل عليه الجميع إن شاء الله ولكن هناك من يشكك بكل حركة الصدر الذي عبر إلى الخضراء بحشوده ثم عاد إلى التحرير وها هو يعبر ثانية فهل سيعود أمس يدخلها يدخل البلاد معه مرحلة جديدة غير معروفة الخواتيم من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام نناقش هذا الملف السياسي مع ضيوفنا من أربيل خالد المفرجي النائب عن تحالف القوى العراقية وينضم معنا من بغداد عبر الأقمار الصناعية أيضا فوزي أكرم تورزي القيادي في التيار الصدري أرحب بكم ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة أستاذ فوزي بالنسبة للعبادي قدم برنامج إصلاحي وقدم وثيقة وقدم يعني برنامج طويل عريض يتعلق بالإصلاح وخيارات يعني إيجاد البدائل عن الوزراء في حال حدث التغيير الوزاري ولكن الكتل لم تتفاعل مع هذه الورقة هل هو مؤشر عدم رضا مؤشر ضعف أم مؤشر يأس بأن العبادي غير قادر على كل ما تطالب به الجماهير والقوى السياسية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بدأ أن أحييك وأحيي السادة المشاهدين وأحيي ضيف الكريم أستاذ خالد المفرجي بصراحة لكي نكون صريحين من هذا المنبر الحر هناك مخاوف وهناك هواجس وهناك شكوك وهناك نقطة مهمة جوهرية وهو عدم الثقة منذ أكثر من سنتين أيضا فوض أعضاء البرلمان السيد رئيس الوزراء وكان هناك منهاج وبرنامج وستراتيجية بناء البنية التحتية وبناء دولة مؤسساتية دولة نظام دولة قانون ولكن في أرض الواقع ليس هناك إنجازات أبناء الشعب العراقي ملوا من السرد من التنظير ومن الوعود الوردية ومن الشعارات الرنانة أبناء الشعب العراقي يريدون ترجمة الأقوال إلى الأفعال هناك انكسار هناك إحباط ثلث الأراضي العراقية محتلة من قبل داعش والداعشيين وهذا التردي الوضع الصحي والتربوي والنفسي والأمني والمالي الاقتصادي نقطة مهمة جوهرية وانخفاض أسعار النفط وعدم إيجاد بداء للنفط من قبل وزارة الزراعة ومن قبل وزارة الصناعة من قبل السياحة وإلى آخر من المؤسسات وعدم بناء البنية التحتية على أسس وطنية وعلى أسس مهنية علمية مما أدى الآن هناك نفور وهناك عدم الثقة مما أدى هذه الحشود المليونية حينما خرجوا تلبية للنداء سماح السيد مقتدى الصدر من أجل إصلاح الجذري من كافة مؤسسات والوزارات والهيئات أما هذه الحلول الترقعية مثل واحد عنده سرطان وتنطي براسيتول أو أسبين هذا لا تجد نفعا الحلول الترقعية لا تجد نفعا ينبغي أن يكون فعلا هناك صحوة ضمير وهناك ثورة إدارية بدون إراقة الدماء حالة عدم الثقة ويقينكم بالوعود الترقعية يعني على شنو منتظرين إذن أستاذ أكرام يعني ليش الكتل السياسية تقبل من العبادي أن تنطي تفويض ويرجع للبرلمان ويرجع يقدم ورقة إصلاحاته وأكو برنامج سياسي سابق وأساس الموضوع هو عدم ثقة عليش الصبر يعني ليش ما تروحون إلى حل جذري للمسألة نعم هناك مدة مقررة من أجل أن يكون حلول جذرية من قبل القائد العام للقوات المسلحة وكاعتباره رئيس مجلس الوزراء وحينما ينتهي المدة المقررة هناك جملة من اتخاذ التدابير الإجراءات الأصولية والقانونية والدستورية تتخذ أبناء الشعب العراقي إرادة الشعوب فوق كل إرادات الحكومات والطغاط فلهذا نرى التفشي الفساد وكذلك هناك هيمنة استعلاء استكبار وهناك بلد البترول العراق والآن الميزانية الصفر وخزينة الدولة على وشك الإفلاس ومنذ عام 2003 لحد يومنا هذا لم نتمكن من بناء مستشفى تخصصية ولم نتمكن بالرقي الوضع الصحي والتربوي والنفسي والاقتصادي والسياسي والمالي والسياحي والثقافي من جميع النواحي لماذا هذه المحاصصة المقيتة أخذت الدولة إلى الهاوية هذه الصفقات الرخيصة خلف الكواليس وخلف الأبواب المغلقة جعلت الدولة العراقية إلى هذا المنزلق الخطير والتيار الصدري ليس جزء من هذه الحالة ويتحمل مسؤولية كل تشخيصك للحالة السياسية بعد 2003 نعم سيد الكريم لا أستثني أحدا بما منهم المتحدث بما أن حكومة ما يسمى حكومة توافقية حكومة شراكة ينبغي أن يتحمل الجميع المسؤولية ولكن التيار الصدري حينما أعطى لكل الكتل السياسي الدرس الأول في الدورة البرلمانية الأولى حينما تخلى عن خمس وزارات يا ناس يا عالم انطيني كتلة يتنازل عن درجة وظيفية مع جل احترامي درجة فراش أو موظف خدمات خمس وزارات قال أن يكون اختيار من ذو خبرة وكفاءة ونزاهة وأن يكون تكنقراط وأن يكون مستقل وليس مستغل كان الدرس الأول التاريخ سجل بأن حكومة العبادي حكومة المالك انسحب منها أتير صدري في دورتها الأولى ونقصد في الدورة الأولى من 2006 إلى 2010 أستاذ خالد عبر الأقمار الصناعي من أربيل أرحب بك يعني فكك لنا هذا اللغز السياسي بين الكتل أنتم لا تثقون بالعبادي ككتل سياسية التيار الصدري يعطي مهلة 45 يوم حيدر العبادي يعطي مهلة للكتل السياسية بتقديم مرشحين والكل يعلم أن هذه السفينة لن تمضي بهذا الشكل وهناك بحث عن بدائل فكك لنا هذا اللغز رجاء شكرا جزيلا لهذا إضافة أولا تحية لك والضيف الكريم الزميل الأستاذ فوزي وأيضا لأستاذ مشاهدي قناة الفلوجة الكرام فعلا إذا هناك مصطلح أكبر من اللغز فهو هذا المصطلح ما يجل الآن في العراق ليس هو يعني يجعل العراقين في حيرة من أمرهم فقط بل اليوم المحيط الإقليمي والدول الرئيسية يعني حائرة في موضوع العراق ولذلك أنا أعتقد أن الحل يجب أن يكون عراقياً ولا يمكن ولا يمكن إيجاد حل خارجي دون أن يكون هناك توافق داخلي اليوم خلو نعتمد على أنفسنا ونحن مشاكلنا بيناتنا المشاكل الموجودة بالعراق مثل ما تفضل الزميل الفوزي هي مشاكل كبيرة ومشاكل حقيقية ومشاكل معقدة ما تجيب لي حلول ترقيعية وبس خلو نمشي اليوم وباشر وبعدها اليوم نحن بعد مضي أكثر من 13 عام على الاحتلال والتغيير الكبير الذي حصل في العراق وبعد مضي ما يقارب السنتين على حكومة السيدة العبادي العراق في مؤسساته من سيء إلى أسوأ العراق أزماته من سيء إلى أسوأ من أكبر إلى أكبر وبالتالي يجب أن نقف وفعلاً الجماهير والشعب من حقهم يخرجوا إلى شارع ويتظاهروا ونحن كنا من المؤيدين لدعوات السيد مقتدى الصدر بالتظاهر وحتى الاعتصامات لأنه بالأخير يجب أن تكون هناك حلول للكم الهائل من المشاكل ما معقولة تبقى سفينة العراق تسير في هذه الأمواج وفي هذه البحار دون أن تعرف إلى أين سائرة اليوم هذا اللغز لا يمكن أن يحل إلا بأن يكون هناك إرادة حقيقية للحل أنا أشك في الإرادة حقيقة إلى هذه اللحظة إحنا ما فهمنا من السيد رئيس الوزراء هو ماذا يريد هل يريد فعلاً إجراء تغيير حقيقي؟ هل يريد فعلاً حكومة التكنقراط؟ طيب التكنقراط شنو معناته؟ إلى هذه اللحظة الكل يفسر التكنقراط على ما يشتهي أو على ما تتوافق مع المصالحة وبالتالي لا أعتقد أنه بالأيام القادمة على أقل المفروض أنه بقى يومين للمهلة ولا أعتقد أنه هناك بوادر حل المشكلة والأسود والأكثر غرابة أستاذ خالد والأكثر غرابة والأكثر غرابة بأنه أفضل علينا جميعاً أن نعي خطورة المرحلة التي نمر بها بالنهاية ما هو راحد رابح الكل خسرانة لأن العراق عراق الجميع ليس عراق التيار الصدري ولا عراق تحالف القوى العراقية ولا عراق حزبة الدعوة عراق الشعب العراقي عراق كل عراقي وبالتالي لا قدر الله إذا صار شيء ترى لكل تخسر اليوم مطلوب من حزبة الدعوة بداية أنا يجب أن أتكلم بصراحة ويجب أن أتكلم بالصميم يجب على حزبة الدعوة بداية أن يبادر إلى التنازل وعدم التفكير فقط بالحفاظ على المكاسب لا وزيادتها ما أشر عندنا وعند الكتلة الأخرى أن هناك زيادة بالمكاسب وهذه المكاسب جاءت من خلال المناصب جاءت من خلال منصب رئيس الوزراء ومن خلال الكتلة البرلمانية ومن خلال الوزراء ومن خلال مدراء التنفيذيين وغيرها أستاذ خالد قبل الذهاب إلى حزب الدعوة أعتقدك مشكلة بالصور أستاذ خالد قبل الذهاب إلى حزب الدعوة وما هو مطلوب من حزب الدعوة باعتباره كتلة رئيس الوزراء البرنامج السياسي المقدم من العبادي للكتلة السياسية اليوم أقرأ تصريح لكاظم الشمري النائب عن تحالف عن القائمة العراقية يقول بأن هذا البرنامج المقدم يعني هو برنامج عن تجربة من دول الاتحاد السوفيتي السابق يعني منقول نقلا حرفيا زين وين عدل الخبراء اللي تحدث عنهم رئيس الوزراء وين اللجنة العليا اللي تشكلت يعني لأجل البحث في الإصلاح السياسي يعني واضح بأن العبادي يضحك عليكم بعد يعني اكتشفت يضحك عليكم بعد ما قرأت تصريح كاظم الشمري وانتوا تقبلون بموذة جديدة وفترة جديدة لا لا هو ما يقدر يضحك علينا لا هو ما يقدر يضحك علينا بس أنه كشفنا هذا الموضوع معناته خلاص يعني الموضوع انفضح وبالتأكيد راح يصبح مواجهة وراح يصبح كلام وما ارجع على مجلس النواب سواء غير كل الوزارة نصف الوزارة راح يرجع على مجلس النواب وهناك مجلس النواب ما راح يجامل ولا راح يسكت وإن كانت هناك أغلبية بس اليوم الأغلبية مو صالح على أن كثيرين من التحالف الوطني على الأقل سنتكلم عن تهار الصدري والمجلس الأعلى هم بضوط من كل هذه التوجهات ولذلك الموضوع مو بالسهولة اللي واحد ممكن توقعها حتى بما فيهم رئيس الوزراء وبالمناسبة احنا قبل يومين واجهنا السيد رئيس الوزراء ضمن وفد التحالف القوى العراقية وتبين لنا أنه لا توجد رؤية رغم أنه قبل يوما هم قد منا وثيقة لذلك البيان الصادر عن هذا اللقاء كان باهت لذلك يعني البيان الصادر عن هذا اللقاء كان باهت أستاذ حيدر يعني ما بي شي جديد يعني وكأنه أنتو ما التقيت رئيس الوزراء وبحثت المشكلة فعلا يعني حقيقة لا هو احنا بحثنا المشكلة بحثنا المشكلة وتكلمنا بصراحة وتحديدا أنا شخصيا سألت هذا السؤال ما هي رؤيتك رؤيتك لموضوع التغيير الوزاري كم هي عدد الوزراء ما هي الوزراء يقول لي أولا أعطوني مرشحين أعطيك هو يريد تكنقراط ويقول أعطيني مرشحين طيب التكنقراط المفروض أول فقرتين هما الخبرة والتخصص طيب أنا أعرف الوزارة التي تغييرها حتى أعطيك المرشح ولذلك إلى هذه اللحظة التي أتكلم فيها السيد الرئيس الوزراء لم يقرر ما هي عدد الوزارات التي ستغيرها ولا نوعية هذه الوزارات وبالتالي أنا قلت في بداية كلامي الموضوع ذهب اتجاه التصعيد ولذلك تكلمت عن حزب الدعوة على أساس أنه حزب رئيس الوزراء يجب أن يتحركوا بسرعة يجب أن يبادروا لا ينتظروا المبادرة من الغير اليوم الشارع كل غاضب اليوم مطلوب وثيقة حقيقية هذه الأكثر من 200-300 ورقة أنا شاو بيها هذا نسوي لها كوبو بست وجايبيننا ياها بداية التشكيل الحكومي مهما صوتنا على منهات وصار من يم و22 فقرات فقر وحدة حققت تلية نظامة داخل المجلس الوزراء وثيقة الاتفاق السياسي انضربت وثيقة الاتفاق السياسي اللي على أساس الشكلة الحكومة انضربت بهذا اللي قدمه حيدر العبادي أرجع لك أستاذ حيدر لأنه أكون نقطة مهمة تتعلق بوزراء التحالف ووزراء القائمة التحالف القوى ووزراء التيار الصدري كلتها عبارة عن أوراق بحاجة للنقاش ولكن أستاذ أكرم قيل بأن كل ما يجري الآن يعني إذا صحت تسمية اللغز فربما يصح مصطلح آخر يصف حال الكتل السياسية بأنه مصطلح التيه السياسيين تايهين في التعامل مع حيدر العبادي والورقة الإصلاحية هذا التوهان راح يؤدي بعودة نور المالكي رئيسا للوزراء لكونه الطرف المستفيد الوحيد من هذا التيه وخاصة بأنه كتصريح لأحد النواب رفض الكشف عن اسمه لصحيفة الشرق الأوسط المالكي راجع بموجب مخطط وربما أنكم يعني ضمن هذا المخطط من حيث لا تدرون أنا أحترم كل الآراء والأفكار ولكن سيد الكريم بالتأكيد هناك تيه هناك عدم وضوح هناك نوع من الضبابية ماذا يريد الدكتور العبادي تقديمة للكتل السياسية لهذا الشعب الغاضب الآن وهذه الملايين الذين يخرجون إلى الشوارع وإلى أمام البرلمان وفي ساحة التحرير لمطالبة لا يطلبون انفصال ولا يريدون ميزانية الدولة ولا يريدون تقرير المصير وإنما يريدون تقديم أفضل خدمات ويريدون حقوقهم المشروعة وفق ما مثبت في الدستور العراقي وهذا أصبح لدى شار العراق نوع من الثقافة الانتخابية وثقافة التظاهرية يعني أكثر من مليونين يخرجون في يوم الجمعة ودون أن يحدث أي شرخ ولله الحمد أي مشاجرة أي تجاوز أي انتهاك هذا لا يوجد في كل دول العالم نرى في أي دولة حتى دول أوروبية متقدمين ويؤمنون بالحرية والديمقراطية يحصل حريق وتجاوز على ممتلكات العام هذا ممكن لا يستمر لا سيما بأنه مراكز قوافي داخل الحكومة هي خارج سيطرة الحكومة ربما تتحرك ضد التظاهرات الموجودة في ساحة التحرير والاعتصامات المرتقبة للتائر الصدر هناك ضبط نفس بصراحة مبادرة سماحة السيد مقتد الصدر ليس للتيار الصدر وإنما لكل مكونات وأطياف أبناء الشعب العراقي حينما أمر بعدم رفع أي شعار أي علم أي صورة أي صور من رموز الدينية والسياسية وإنما العلم العراقي ويكون مناشدة كلا كلا للمحتال كلا كلا للفساد نعم للأصلاح هذا مما أدى إلى تعاون وتكاتف ووحدة الصف والكلمة والهدف وتفاعل الشعر العراقي بكافة مكونات وطيافه لأن سماحة السيد مقتد الصدر وضع المصطح الوطنية العراقية العلية فوق كل اعتبارات تخلى أول ما تخلى عن كافة الوزارات وتبرأ من الحزمة السياسية بحيث أدرك بأن خطورة المرحلة بأن العاصفة قادمة تعصف الجميع دون رحمة والجميع في سفنة واحدة والدولة العراقية في منزلق خطير ينبغي أن الآن تبرز رجالات الدولة عقلاء القوم حكماء القوم مستشارين مختصين بشؤون الدولة مستشارين قانونيين حقوقيين من أجل إنقاذ هذا الشعب المظلوم من هذه المؤمرات الدولية والأقليمية هذا أمل يعني إحنا كلنا نتحدث عن هذا السقف من الطموح ولكن هو بحاجة إلى برنامج بمعنى انتهت مهلة الـ 45 يوم راح ندخل في اعتصامات أمام المنطقة الخضراء وماذا بعد هل رسم التيار الصدري لما بعد هذه المرحلة بالتأكيد هناك خطة ستراتيجية مثبتة من أجل إحقاق الحق من أجل الأصلاح الحقيقي في كافة مؤسسات ووزارات وهيكلية الدولة العراقية على أسس وطنية بإرادة أبناء الشعب العراقي ليس بإرادة حزب أو طائفة أو قومية شلو خطوات تقصد هذا الكلام لا يمكن أن ألبث بهذا الموضوع بهذا الخصوص بصراحة لكل حادث حديث إن شاء الله ولكن خطة مبرمجة على أسس وطنية من قبل عقلاء القوم من قبل حكماء القوم من قبل رجالات الدولة كيف نتمكن إنقاذ دون إراقة قطرة دم واحدة ولكن بإرادة وبعزيمة وثبات وصمود وإيمان وعقيدة الشارع العراقي الأبناء الشعب العراقي برمته وخير ودليل على ذلك هذا تلبية للنداء سماحة سيد مقتل الصدر بتظاهر في ساحة التحرير أمام بوابات البرلمان إنها ورقة ضغط للدولة للحكومة العبادي من أجل فعلا تطبيق الإصلاحات يعني أوراق الضغط هذه أفرزت عبارة عن مجموعة من الصفحات الطويلة اللي هي منقولة عن وحدة من الدول التابعة للاتحاد السوفيتي فهل ترجو بأن يستمر الضغط بأن تستقل الحكومة مثلا هذا غير ممكن هذا غير واقع سيد الكريم تفضل أستاذ خالد المفرجي نقطة مهمة نحن نريد قرارات قرارات عراقية نابع من صميم أمة تهوى السلام والحياة والوئام أن قرارات توجيهات وإرشادات وإملاءات على ريمونت بعض الدول الأقليمية أو نأخذ التعليمات من الخارج أن يكون هذا مصير أبناء الشعب العراقي الآن بعد 13 سنة من التغيير ينبغي أن يكون فعلا بناء البنية التحتية والعراق الجديد على أسس وطنية لقد وله زمن الهينا والاستعلاء والاستكبار أستاذ فوزي حزب الدعوة الحاكم لا يقبل على هذا الكلام هو صاحب السلطة وهو المتسيد وكل المناصب بيدها لا يقبل على هذا الكلام بأن تدار الأمور بهذه الطريقة البسيطة في الطرح والشرح لا يؤمن به إرادة الشعوب نظرنا بإتقان وإمعان كل تجارب الشعوب نرى بأن إرادة الشعوب فوق كل إرادات الحكومية وإرادات الطغاط وإرادات الاستكبار والهيمنة والاستعلاء الآن إرادة أبناء الشعب العراقي والله العظيم طلباتهم متواضعة هذا الشعب المظلوم لا يريد غير تقديم أضل خدمات يريد حقوق المشروعة وفق الدستور العراقي ليس أكثر من ذلك طيب أستاذ خالد يعني على ذكر حزب الدعوة أكثر من مصدر نيابي ذكر بأن حزب الدعوة والحزب الإسلامي اتفقا مع حيدر العبادي اللامساس بحصصهم الوزارية وشخوصهم ممن استوزروا في هذه الحكومة وتتغير بقية المعطيات يعني ألا يوحي ذلك بإشكالية في الصف السياسي السني في التعامل مع موضوع الإصلاحات والتغيير في الكابينة الوزارية يعني حقيقة يعني بالعمل السياسي وكل شيء وارد ولكن يعني أستبعد مثل هكذا أمر ولكن إذا ما تم مثل هكذا أمر أعتقد أن هذا الأمر مصيره الفشل يعني سيد غارب حتى التسريبات عفوا التسريبات في أسماء الوزارات اللي شمالها التغيير فعلا تطلع بأنه ما موجودة مثلا وزارة التربية على سبيل المثال في التغيير أو ما موجودة وزارات أخرى تابعة لحزب الدعوة ينطيك انطباع فعلا بأنه ربما اتفاق وهذا ينسجم مع تصريح لأيضا يعني آخر يقول بأن الموضوع عبارة عن صفقات سياسية وتصفية حسابات إلا بين الشركاء القريبين ممن أنجح بعضهم بعضا أولا أولا اليوم حقيقة يعني رغم التعنت الموجود من قبل أقطاب العملية السياسية وتحديدا رئيس الوزراء اتجاه مطالب الشارع بس أنا أقول لك أن الشارع ترى مسيطر والسياسيون يخشون ردة فعل الشارع وأي يعني تصعيد من قبل السياسيين المتحكمين بالعملية السياسية بما لا يتلاء مع تطلعات الشعب العراقي أعتقد أن المتظاهرون ذاهبون باتجاهات أبعد ولذلك اليوم الكل يخشى مثل هكذا صفقات ولا أعتقد أن أحد منهم يجرع على مثل هكذا الأمر ونحن نراقب ومتواجدون سواء في مجلس الوزراء أو متواجدون في مجلس النواب العراقي لن نسمح بأن تمر صفقة على حساب تطلعات الشعب العراقي قلنا أن المشاكل وصلت إلى حد يجب أن تنتهي على أقل تقدير يجب أن تتوقف بداية إذا هذا الأمر ثبت صح وأن هناك اتفاقات خلف الكواليس وبالأخير هي التي تمرر معناته أن نهج الماضي مستمر وبالتالي العراق ذهب إلى الهاوية لا قدر الله ولذلك هذا الموضوع موجود وأكو تخوف من يمه ونحن راصدين كل التحركات يعني موجودة هذه المخاوف موجودة أستاذ حيدر يعني أنتو عفوا أستاذ خالد يعني أنتو سمعت بهذا الكلام وأكو إلى مقدمات كأنه ذلك أيت الآن جنابك بالتأكيد هناك مخاوف من أن تكون هناك صفقات سرية أنا لا أتكلم هنا لا على الحزب الدعو أو الحزب إسلامي أتكلم بشكل عام أتكلم بشكل يخص كل السياسيين الذين يعملون بالخفاء يعني يعملون خلف الكواليس والغاية والغرض هي مصالح شخصية ومصالح حزبية وفي أوية وهذا لا يتناسب ولا يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا الأمر الثاني أنا قلت في بداية كلامي أشك بأن هناك حل للأزمة بالطريقة التي تدار من قبل سيد حيدر العبادي لذلك الموضوع ذهب تجاه التصعيد لماذا؟ لأنه بالماضي السيد العبادي أخذ مرتين تفويضا كاملا المرة الأولى وكتشكيل الحكومة تفويض ليس فقط محلي بل حتى دولي واعتراف كامل بحكومته وبشرعيته ولم ينجحوا في تقديم ما يريده الشعب ثم بعد ذلك وقت الحزمة الأولى لإصلاحات التي أطلقها أخذ تفويضا لم يسبق له مثيل من قبل ممثلة الشعب تفويض غير مشروط وأعتقد أنه في هذا الأمر المشكلة أعطيته تفويض لشخص ضعيف يعني مثل ما يعني واحد يعني هو جبان وتنطي مسدس ما راح يقدر يسوي شيء لأنه هو أصلا جبان غير قادر طبعا يعني ما احترمنا وجل تقديرنا نتحدث عن سياسة لا نتحدث عن أشخاص أنا الآن يعني بصدد الكلام عن ما بعد ما حصل التفويض ما الذي حصل الذي حصل هناك فشل ذريع على كل المستويات والذي حصل الآن وقت ما قال السيد رئيس الوزراء أنه يريد إجراء تغيير وزاري أنا من اليوم الأول قلت هذا غطاء للفشل وهذه محاولة لكسب مزيد من الوقت اليوم مضى تقريبا رح يمضي شهر على دعوته ومن هنا الكم شهر الله تنتهي هاي أزمة التغيير تزمة تشكيل الحكومة ومن هو رح يصد اتفاق ما أدري وإذا صار اتفاق إيش قد يالله يعدون القسم وهم نمطيهم ست تشهر سبع تشهر وإن السنة الأولى ماضية بعد التغيير وكل قبض ماكو وبالنتيجة الأداء يبقى نفس الأداء والفشل باقي والشعب العراقي تتحدث عن التحالف الوطني تحدث عن البيت الشيعي تحديدا والله أنا بالبداية أحمل التحالف الوطني بشكل كامل المسؤولية لأن بالأخير التحالف الوطني هو الجهة الراعية للحكومة ويمتلك الأغلبية داخل مجلس النواب العراقي لكن بعد ما قالت المرجعية في النجف الأشرف رأيها بالتحالف الوطني والكل قد يعني ما أعتقد أكو أحد ينسى ما قالت المرجعية عندما قالت من الآن فصاعدا لا تعليق عندي باتجاه الشأن السياسي بمعنى يا تحالف الوطني أنت لم تنجح في المهمة المكلف بها ولذلك رأيتم أن التيار الصدري قد اختط لنفسه خطا آخر غير التحالف الوطني اختار الشارع العراق اختار الشعب العراق اختار حل المشاكل اختار هموم الشعب العراقي وجعل التحالف الوطني بشقيه المجلس الأعلى بل ذهب إلى أبعد من ذلك ذهب إلى أبعد من ذلك حين وصف سيد مغتد الصدر التحالف الوطني بالتخالف الوطني أذهب إلى فاصل وأقول لك أن المجلس الأعلى الآن هو في طريقة إلى الخروج من التحالف الوطني أيضا طيب نسمع هذا كلام أيضا آخر من الأساذ فوزي أكرم ولكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير مشاهدين الكرام صوت قريب من التحالف الوطني أو عفوا من الاتلاف دولة القانون ولكن يعني نحاول أن ننتصل بأكثر من نائب وسياسي من كتلة رئيس الوزراء حيدر العباد لتبيان الموقف والدفاع عن كل ما قيل ولكن يعني نفشل في نهاية المطاف أن يشترك معنا السادة النواب وتحدثنا كثيرا واتصلنا كثيرا بالأستاذ خالد الأسدي على سمثال أستاذ حيثم الجبوري ولكن لا نجد منهم ردا للدخول في مثل هكذا حلقات وهكذا حوارات أستاذ فوزي من مما اختتم به خالد المفرجي كلامه بينه ربما تير الصدري على وشك الخروج من التحالف الوطني ألا تعتقد بأنه بذلك يعني يتجاوز الخط الأحمر وقدسية التحالف الوطني في سياق العملية السياسية وهذا ما وصفه كثيرا النائب عباس البياتي في تصريحات سابقة بأنه إذا خرجت تظاهرات وإذا يعني صارت اعتصامات التحالف الوطني مقدس خط أحمر ورئيس الوزراء خط أحمر أنتم تجاوزتم الخطوط الحمر في التيار الصديق سيد الكريم في العملية السياسية ليس هناك شيء مقدس وليس هناك خط أحمر التحالف أي تحالف تعاون واتفاق الكتل السياسية على مصالح على خط على مشروع سياسي معين لفترة معينة ليس أكثر من ذلك وحينما رأى التيار الصدري بأن هناك هيمنة هناك استعلاء هناك انحطات في إداريا سياسيا أمنيا صحيا تربويا وخاصة اقتصا بمسؤولية التحالف الوطني مما أد بالتأكيد بالتأكيد فأخذ هذا المنحة وخرج الملايين للشارع تلبية لنداء سماح السيد مقتدى الصدر من أجل إنقاذ العراق برمته الخارطة الممتدة من زاخه إلى الفاو وكذلك وقوف وقفة الرجال الشداء من أجل أن يكون فقلا تغير جد وكأن الأمور تمضي باتجاه دخول هذه الجموع الغفيرة للمواطنين المتظاهرين إلى داخل المنطقة الخضراء كما توعد السيد مقتدى الصدر ولكن ألا تعتقد بأنه بذلك السيد مقتدى الصدر يعني يتجاوز على التجربة الشيعية في إدارة الدولة وبالتالي يعرض نفسه للخطر ولسيما ما تسرب في الأيام الماضية بأنه قد يتعرض إلى محاولة اغتيال بسبب مساسه بالتجربة الشيعية وتجاوزه على هذه التجربة في إدارة العراق طريق نعم طريق التيار الصدري وآل الصدر طريق مشروع استشهاد وخير ودليل على ذلك المولى المقدس محمد محمد صادق صدر ونجليه والصدر الأول هم مشروع استشهاد من أجل إحقاق الحق ومن أجل إعلاء كلمة الحق والعدالة ومن أجل أن يكون العدالة بين كافة مكونات وطياف أبناء الشعب العراقي ولكن لكي نلتمس نحن حينما نتحدث عن مستقبل العراق وهذه الحزمة والكتلة السياسية ننسى التحالف الكردستاني ما هو دور التحالف الكردستاني رئيس الجمهورية من التحالف الكردستاني وزير المالية من تحالف أكثر من خمس وزارات عدهم لماذا هذا الصمت ما هو دورهم زاء ما يتعرض له أبناء الشعب العراقي يعني أول تبرير لهذا الصمت يقول لك هذه مشكلة التحالف الوطني ليس مشكلتي تخلي حل أشكاليات الداخلية وبعدين يجي تفاوضي على حصي من الوزارات سيد الكريم لكي نكون منصفين ودقيقين المسؤولية ليس مسؤولية التحالف الوطني فقط وإنما مسؤولية الجميع بما أن حكومة شراكة وطنية زين إذا التحالف الوطني رئيس الجمهورية لأنه تحالف تحالف الوطني تحالف الوطني لكون تحالف حاكم قعد باجتماع يقرر مصر العملية السياسية ما اتفقه وطلع السيد مقتد الصدر زعلان وعمار الحكيم ما لا علاقة بميان الختامي مشكلة تحالف وطنها ليس مشكلة بقية الكتل بقية الكتل الشركاء يكملون العدد حتى تحالف الوطني عند الأغلبية في مجلس النوار نعم هذا وارد سيد الكريم سواء في داخل تحالف الوطني في قوى الاتحاد أو في التحالف الكردستاني أيضا هناك اختلافات وصراعات وخلافات هذا طبيعي بما أن حكومة يعني مؤسسة العراق الآن حكومة برلمانية توافق سياسي هذا وارد يعني ونحن توافق سياسي هذا وارد ولكن الآن نحن في منزلق خطير ما هو موقف الكتل السياسية ما هو موقف رجالات الدولة ما هو موقف أعضاء البرلمان هيئات الرئاسية ثلاثة رئيس الجمهورية ما هو موقف الآن أنا أناشد من هذا كلهم ينتظرون يا أستاذ أكرم كلهم ينتظرون يعني موقف التحالف الوطني من الحالة الإصلاحية وحزمة الأوراق اللي قدمها إليهم حيدر العبادي وحيدر العبادي هو المعني والمسؤول الأول والأخير هو جزء من التحالف الوطني كلها تنتظر من عنده شنو يقدم وذلك أنتوا أعطيتوا المهلة ما أعطيتوا لكتل السياسية الأخرى المهلة ناظره قريب إن شاء الله هناك أنا من هذا المنبر الحور يكون بشرة سارة لكافة أبناء الشعب العراقي سيكون الخير قادم إن شاء الله من أجل إحقاق الحق ليس أكثر من ذلك أستاذ خالد أسمع التعليق على فكرة مسؤولية التحالف الوطني هي ليس مسؤوليتهم لو تأيد فكرة بأنها مسؤولية تضامنية إذا تكلمنا على العملية السياسية بالمجمع لا الكل مشتركين نتكلم عن المشكلة القائمة نعم لكن إذا تكلمنا عن المشكلة القائمة أو على قرار حكومي أو على قرارات يعني تنزل على مستوى الشارع العراقي بالتأكيد المسؤولية مسؤولية التحالف الوطني ليش أن بالأخير التحالف الوطني يعني يمتلك الأغلبية داخل مجلس النواب العراقي وهو راعي الحكومة الأول وعندما كنا نتفاوض وقت تشكيل الحكومة العراقية كنا بداية نتفاوض مع التحالف الوطني ونأخذ الضمانات من التحالف الوطني ولذلك يعني اليوم عندما نقول يتحمل المسؤولية إنما نحن جادين في هذا الطرح ومتأكدين أن التحالف الوطني هو من يتحمل المسؤولية اليوم يعني بيّنت أيضا أنه تحديدا داخل التحالف الوطني حزب الدعوة يجب أن يقوم بممارسة مهامه كحزب رئيسي في التحالف الوطني وأن يقدم تنازلات لشراكاء سواء داخل التحالف الوطني أو في العملية السياسية هذا الوهل الأولى من الواضح أنه جدا صعب يعني من أصوات من داخل التحالف الوطني تقر بصعوبة أن يحسم التحالف الوطني إشكالته ويذهب نحو أن يساند العبادي في تحركاته في تقديم وزراء لذلك دعنا نستشرف فرصة قيام حكومة إنقاذ وطني ما هي الأسس السياسية التي تقوم عليها هذه الحكومة وهل هناك طروحات من داخل هذه القوى التي لا تستطيع أقناع قوى التحالف الوطني بحكومة يعني بإصلاحات وتغييرات تكنقراطية داخل حكومة العبادي فخلينا نروح إلى حكومة إنقاذ وطني يعني حكومة أخرى انتخابات مبكرة خيارة أخرى متاحة لم يتحدث أحد بها حتى الآن لماذا لم تطرح؟ نعم خلي أعطيك أولا موقف رئيس الوزراء اللي أبلغنا بشكل رسمي هذا الموقف أولا هو ضد حكومة إنقاذ وطني ضد يعني تعطيل الدستور تجميد الدستور وحل البرلمان تعرف أن هذا الموضوع راح يدخلك فيه مشاكل كثيرة جدا يعني هو خايف على روحة أصلا هو موضع طبيعي هو خايف على روحة معناها هو مو بس خايف على روحة نحن ستجعلنا نكون منصفين اليوم اليوم أنا حتى أستطيع أن أحصل على شرعية دولية يجب أن تكون هناك مؤسسات بالبلد بداية التعطين الشرعية حتى أضمن شرعيتي من المحيط الإقليم أو من المجتمع الدولي لذلك الحل ترى من صعب جدا الحل موجود الحل اليوم أن تكون هناك حكومة مصغرة بس تضم ناس أقويا قادرين على القيام بمهامهم وبعدين الموضوع من نضع المنهج المشكلة بالمنهج المنهج اللي صير عليها دولة ومنهج خاطئ عفوا المشكلة مو عدد وزارات حتى تذهب إلى حكومة مصغرة يعني إحدى التسريبات تقول بأن الحكومة راح تتقلص الصير 20 أو 18 وزارة ما سونا شيء المشكلة بأنه أكو مراكز قوى متحكمة بالحكومة لا تقبل وترفض أي تحريك وزعزعة في سياقات أعمدة هذه الحكومة فلذلك حكومة الإنقاذ الوطني لما تطلع شوف بالأخير أنا وصلت لك الوضع مثل ما هو وقلت لك أن الوضع معقد إذا صار إصرار على التمسك بالمواقف دون أن تكون هناك مرونة بالتعامل صدقني الموضوع صعب جدا والبلد ذاهب باتجاه سينوريهات خطيرة جدا قد ينتهي كل شيء بالعراق يعني قد لا تكون هناك دولة اسمها العراق لا قدر الله إذا ما استشعر الموجودين الآن بالمسؤولية يجب أن يحكم العقل ويجب أن نذهب باتجاه الخيارات التي تخدمت جميع الكل متشبث بمواقفه وما حد يقبل يسوي تعديل حكومي ما حد يقبل يسوي حكومة تكنقراط ما حد يقبل يتنازل عن يعني السحقاقات الانتخابية وبالتالي ينبغي أن نذهب إلى حل حكومة الإنقاذ وطني ومثل بها الجميع السيد رئيس الوزراء السيد رئيس الوزراء هو من يتحمل هذه المسؤولية لأنه لم يكن واضحاً هو لم يعطي لنا الطريق بشكل واضح يقول هذا هو طريق التغيير وهذا هو الطريق الذي سوف أسير عليه حتى لم يستطع أن يواجه مجلس النواب يعني عندما جاءنا مجلس النواب طرحنا عدة أسئلة لم تكن لك إجابة وبالتالي أنا أحمله أحمله المسؤولية التاريخية على ما وصلنا إليه يجب أن تكون هناك خارطة طريق واضحة لنا وللشعب العراقي حتى نستطيع أن نتعاون معه كيف نستطيع أن نتعاون معه كيف يتجاوز شعب معه وهو إلى هذه اللحظة لا يعرف طريقة الحكومة في إدارة البلد كيف طريقة غير واضحة غامضة وبالتالي بالتأكيد ستكون هناك تعقيدات أكبر اليوم إذا كان رئيس الوزراء يريد إنقال البلد وإنقاذ حكومة يجب أن يكون واضح وأن يعطي خارطة الطريق واضحة معروفة مو الغاز يعني أنطاكم برنامج سياسي من دول اتحاد السوفيتي وإجماع سياسي من كل الأطراف بأن إصلاحات العبادي يا جماعة الخير إصلاحات العبادي أهذوبة مو صحيحة وإنتوا لازلتوا تعطون المدد والمهل للإصلاحات وتعتقدون بأنه ينبغي أن يقدم خارطة الطريق ما راح يقدر يقدم خارطة الطريق أستاذ خالد لماذا لا تتحدثون عن حكومة إنقاذ وطني لماذا لا تتحدثون عن انتخابات مبكرة الحديث عن الانتخابات المبكرة يعطيكم غطاء دوليا واعترافا بأنكم تمضون بطريقة شرعية لتغيير وضع القائم ممكن جدا التفكير بموضوع الانتخابات المبكرة ولكن علينا أن ننتظر الأيام القادمة التي ستكون حاصمة في هذا الموضوع بداية يجب أن ننتظر هذه الأيام حتى نعرف بالضبط يعني كيف سترسي إلى أن ترسي سفينة العراق ثم بعد ذلك بالتأكيد يجب أن تكون هناك خيارات وإلا ما معقولة نبقى نتفرج على البلد وهو ذاهب إلى الهاوية يعني الانتخابات المبكرة يعني خيار موجود وأيضا هناك خيار طرح من قبل عديد من الكتل السياسية خيار مجلس رئاسي يقود البلد خلال هذه الفترة حتى يتم التحضير للانتخابات القادمة يعني أيضا هناك جملة أمور على الأرض يجب أن لا نغفل عنها موضوع التحدي تحدي الإرهاب واحتلال لكثير من مناطق العراق موضوع أكثر من أربع ملايين نازح موضوع الميليشيات المنفلتة التي ممكن تدخل على الخط وتغير لك كل المعادلة وبالتالي الموضوع ليس بالسهولة التي يصورها لا الموضوع صعب للغاية وبالأمس سمعت ما الذي حدث في تازة عندما قامت تنظيم الإرهابي داعش بقصف تازة بالغازات السامة والغازات الكيميائية يعني خربط لك الجو كله وبالتالي نحن موضوع عادي حتى نتحكم بالأمور ونضع الخيارات مثل ما نريد لا هناك جملة أمور موجودة بالمعادلة تجعل من هذه المعادلة معادلة صعبة ومعقدة وعملية حالتها ليست بالسهلة تحتاج تروي وتحتاج هدوء وتحتاج استشعار بالمسؤولية تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية والفئوية هو الذي ينقذ العراق بدون هذا الأمر لا أعتقد أنه الخيارات المتاحة هي خيارات صحيحة أستاذ فوزي رأي تيار الصدري بفكرة حكومة تنقاذ وطني وإذا فشلت في فكرة يعني انتخابات مبكرة للخروج من هذه الأزمة واستعصاء الحل في داخل التحالف الوطني بفكرة حكومة تكنقراط سماحة سيد مقتد الصدر يضع مصلحة الوطنية العراقية العليا فوق كل الاعتبارات وحينما تخطأ الخطوة الأولى نرى بأن تفاعل وتعاون وتكاتف كافة مكونات وطياف أبناء الشعب العراقي مع مبادرة الوطنية لسماحة سيد مقتد الصدر وهناك جملة من الإجراءات سيكون تطبيقها في أرض الواقع ولكن ننتظر المدة الممنوحة لدولة الوزراء لقائد العام القوات المسلحة بهذا الخصوص ولكن لدي مخاوف أنا شخصيا لدي مخاوف وهواجس وشكوك بأن التحالف الوطني لم يتمكنوا منذ سنتين بتسمية رئيس التحالف ولم يتمكنوا من 13 سنة إلى وضع نظام داخلي للأسف الشديد فلهذا نرى بأن تشتت الأفكار وتشتت الرؤى لا يولد نتائج إيجابية والآن مثل ما تفضل المفرجي هناك مؤامرة كبيرة اللعبة كبيرة برمته دوليا أقليميا عالميا على العراق من أجل تقسيم العراق إلى سنستان إلى شعستان إلى كردستان واستخدام الداعش في مدينة تازة التركمانية المنكوبة والمظلومة بالكلور وبالخردل وأزاء الصمت الدولي والأقليمي والصمت الكتلوي والسياسي للأسف الشديد لو حصل هذا في أي دولة في أي مكان كانت الأمة تقوم فلن تقعد الحكومة تستقيل الحكومة تستقيل إذا انقلاب قطار لا تنقصف مدينة بالخردل وبالكلور بالكيمياء أحسنت لهذا نرى لحد اليوم بعض الأصوات وبعض الكتل صامتة وساكتة أزاء ما تتعرض له التركمان عمليات الضربة الكيميائية في مدينة التازة وهناك مؤشرات خطيرة في أرض الواقع منها سرطان والعقم وكذلك ظهور أعراض كثيرة وإصابة أكثر من ستمائة شخص عراقي في هذه البقعة المباركة إلا أن الإجراءات خجولة ودون مستوى الطموح يعني تنتظر تنتظر الإجراءات تمضي يعني إذا رجعنا إلى موضوع التظاهرات يعني حالة عدم الثقة بالحكومة وقدرة العبادي يعني يعطي انطباع بأن هذه التظاهرات ستجتمع الاعتصام راح يكون الناس راح تنصب خيمها وتقعد في باب المنطقة الخضراء ربما سيد مقتدى الصدر يعني يحقق هدف اقتحام المنطقة الخضراء يعني بطريقة أو بأخرى وماذا بعد وش راح يصير بعدين يعني ما هو هذا اللي ربما تقييم الكتلة السياسية في التخطيط إليه وين رايحة وين تمضي بالناس سيد الكريم الكتلة السياسية مع جل احتراماتي منذ السقوط لحد يومنا هذا لم نرى انجازات من جميع النواحي من جميع النواحي لم نرى انجازات وطنية انسانية عراقية انصح التعبير فلهذا نرى هذه الانكسارات هذه الاحباطات هذا هذه الانكسار النفسي والإرادة نرى هناك هروب من ارض الواقع بصراحة وتردي الوضع الصحي والتربوي والامني والاقتصادي والسياسي للأسف الشديد انا على يقين سيكون هناك رجالات الدولة ستظهر وهناك عقلاء القوم وحكماء القوم ومستشارين وخبراء مختصين بشؤون ادارة الدولة على اسس وطنية بعيدا عن النظر الضيقة الحزبية او الطائفية والقومية هذه الاستعارة بالسنية والشيعية خلقوا محاولة من اجل ان يكون حرب شوارع مثلما تفضل الاستاذ المؤامرة كبيرة لا سمح الله يكون حرب شوارع وقتل ودماء نحن نار يتسافق قطرة دم واحدة وهذا ما اكده سماح السيد مقتد الصدر هو الا وهو انقاذ هذا الشعب المظلوم من هذا المنزلق الخطير واحتواء الوضع على اسس وطنية طيب السيد خالد ربما اختم معك بالاليات الدستورية المتاحة للتعامل يعني في لقاءاتكم مع السياسية تعرف العملية السياسية يعني احساب احساب عرب يعني اغلبية نيابية واكو مواد دستورية تنص على يقالة الحكومة هل في خلدكم الذهاب الى البرلمان بطريقة مدروسة يعني تعرفون اللي لكم واللي عليكم في اعداد النواب المؤهلي للتصويت ضد العباد لسحب الثقة عن حكومته حقيقة يعني اعتقد ان الامور ذاهبة بهذا الاتجاه بعد ان عجز سيد حيدر العبادي عن تلبية طموحات يعني شركاء السياسيين وحتى الشعب العراقي بالتأكيد يجب ان تكون هناك خيارات اخرى امام مجلس النواب العراقي ولربما بعد الجمعة القادمة ستتضح الصورة اكبر فيما اذا كانت الكتل السياسية عازمة على استبدال السيد الرئيس الوزراء والاتيان بحكومة جديدة قد تكون حكومة منقذة للشعب العراقي لربما تختصر يعني بأعداد قليلة من الوزراء وببرنامج يتفق عليه بداية عند الكتل السياسية يتضمن ثلاثة محاور المحور الاول محاربة الارهاب والمحور الثاني الازمة الاقتصادية والمحور الثالث يعني الهيكل الاداري في البلد الذي هو عبارة عن هيكل مترهل ولذلك يعني اتوقع ان الاسبوع القادم سيكون حاسم بالتأكيد بالتأكيد ولا يمكن للعملية السياسية ان تمضي دون ان يكون هناك توازن في كل شيء دون ان يكون هناك توازن حتى في التركيبة الحكومية ويعني المظاهرات الاسبوع القادم ستكون كبيرة وحاشدة يعني مضى السبوع على تحشيد لهذه المظاهرة ولا اعتقد انه سيحدث اقتحام للمنطقة الخضراء ولكن المطالب سوف تصعد ورئيس الوزراء سوف يقول كلمته في النهاية اما باتجاه ارضاء الشارع وشركاء السياسيين او ان يقدم استقالته وينتهى الامر ونبدأ صفحة جديدة في العملية السياسية شكرا جزيلا خالد المفرجي النائب عن تحالف القوى العراقية كنت معنا عبر الاقمار الصناعية من اربيل وفوزي اكرم تورزي القيادي في التيار الصدري كنت معنا عبر الاقمار الصناعية من مغداد اشكرك شكرا جزيلا مشاهدين الكرام اشكر لكم طيبا المتابعة نلتقي في الاربعاء المقبل باذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا